أنا ما ينفعش النهاردة ما يبتديش بنادي الزمالك في الحقيقة يعني لأنه زي ما بندي الأهل حقه لما بيكسب وبيماشي بشكل كويس وبياخد بطولاته وبيحق إنجازات لازم ندي نادي الزمالك حقه لما يفوز فوز منتع وبإبداع كبير جداً إمبارح على فريق الاتحاد المنستيري التونسي في موراء في الحقيقة جمهور الزمالك وحشوا مدرسة الفن والهندسة وحشوا متعة الكرة من خلال فرقته إمبارح اتمتعنا كرة من خلال نادي الزمالك ما حدش بقى يجي يتكلم معي يقول لي أصلي خلي بالك الاتحاد المنستيري مش أفضل حاجة أصلي الاتحاد المنستيري فرقة واقعة أصلي لا فرقة الاتحاد المنستيري فرقة كويسة آه في تغيرات كتير وكل كلام من ده لكن ده ما يقللش أبداً أبداً من المجهود اللي بازلوا فرقة أو اللي بازلتوا فرقة نادي الزمالك بالجهاز الفني بقرادة أسوريو بصراحة مباراة ما فيهاش غلطة ما فيش حاجة سيئة تقدر تكلم أو سلبية فنية تقدر تتكلم عنها على المستوى الدفاعي حتى لو فرقة اتحاد المنستيري برضو بعيدة شوي على المستوى الهجومي لكن نادي الزمالك أجاد دفاعي نادي الزمالك أجاد هجومياً ودي أكتر حاجة بيتميز بها أسوريو نادي الزمالك عمل ماتش من خلال مسندة جمهوره اللي كان متواجد ماتش كبير جد لما تيجي تتكلم على شكبالا فشكبالا عمل مباراة من أحلى مبارياته من فترة مع نادي الزمالك الراجل بس ما كانش موفق ان يجيب هدف لكن صنع وسام في الانتصار من نتيجة كبير أربعة سفر رغم رغم ودي رسالتي لبعض من رموز نادي الزمالك السابقين اللي كانوا بيقللوا من الفرقة ويقولوا أصل ما ينفعشوا لازم الزمالك ينسحب لا انت رغم انك كنت لعيب في نادي الزمالك ستة مش عارف قيمة النادي ده ومش عارف ان الاسم الوحده يهز اي فرقة انت هتلعبها فلازم يكون عندك سقة في رقيتك آه في صعوبات كتير على مدار الفترة اللي فاتت المرحلة الماضية بالنسبة لنادي الزمالك لكن ده ما يمنعش ابدا ان في لعبين جيدين الى حد ما داخل نادي الزمالك آه محتاجين تدعمات طبعا يعني ده حاجة مش هنغير كلامنا يعني لكن في نفس الوقت لا لعيبة تقيلة ده ما يمنعش ان فرقة الزمالك حاجة تخوف برضو وترعب اي منافس خصوصا في ظل الفارق في الامكانيات مبيل الزمالك والتحاد المنستيري والزمالك ومختلف الانديه العربية بتكلم في افريقيا بالتحديد او شمال افريقيا بالتحديد يعني لما تيجي تتكلم على حد تاني او لاعب تاني من لعيبة ناس الزمالك بخلافش كبيرة تتكلم على زيزو زيزو مفيش حاجة جديدة نفس الاداء بنفس القيمة الفنية بنفس المساهمات بنفس الاهداف لعيب يعني جامد جدا جامد جدا ما شاء الله لا قوات الا بالله عليه يعني من دبني برضو اللعيبة عملت مطش كويس احمد فتوح انا على المستوى الشخصي انا على المستوى الشخصي كواحد بيتفرج على المطشاط فلما بيبقى فيه مطش للزمالك دايما بستنى الكرة تيجي لحمد فتوح ببقى عارف فيه لعيبة كده ايه الناس اللي تفهم في الكرة قوي فيه لعيبة كده عندها قدرات ومهارات خاصة كرتهم لمستهم للكرة حلوة من دبني اللعيبة احمد فتوح انا بستنى الكرة الجيلو أنا بستنى الكرة تيجي الفتوح عمل برضو هدف من الأهداف أمبارح يعني لعيب كرته عالية مهاراته مميزة إمكانيات برضو حد سؤال حرج مش هنتكلم على أحمد فتوح لكن سيد عبدالله نمار برضو جاب هدفين وكان ممكن يبقى ثلاثة الكرة اللي ضايحها كمان في الآخر جاب هدفين مهمين جدا وكانت تبديلة كويسة لكن المجمل الفرقة كلها عملت مطش كويس المجمل أن الثقة بتادي ترجع نوعا ما وبداية وانطلاقة الزمالك في المجموعة دي جيدة بالجيدة للغاية أنك تكسب فرقة اتحاد المنسيلي رغم كل الشكوك اللي كانت حاولين فرقة وكل الانتقادات وكل كلام من ده لكن في نفس الوقت بتقدر أنك تكسب أربعة سفر في انطلاقتك في البطولة العربية وبتفتح لك سكة حلوة هو بقى هو ده الكلام بقى يا جدع يعني هو ده الكلام هو ده نادي الزمالك محدش يحاول يطلع مبرر أصل الفرقة اللي كان بلعبها نادي الزمالك القصة كلها في ان ازاي الزمالك يستعيد الثقة عشان نشوف نادي الزمالك بالشكل الطبيعي بتاعه اللي بيحصل مع نادي الزمالك مش طبيعي على مستوى الفني مش طبيعي على مستوى الإداري وبيتسبب فيه ناس مسؤولين موجودين جوه النادي برضو بس برضو مش دي القصة القصة ان نادي الزمالك بيحاول يستفيق فلازم يكون فيه ايه؟ فيه مساعدة للفرقة نفسها خلي بالك للفرقة نفسها فالفرقة ابتدت تعمل شغل كويس الراجل أسوريو ده فعز ما الناس تنتقدوا احنا اول للناس اللي كنا بنقول المدرب كويس محتاج وقته لكن لازم يحط في اعتباره ان فيه مطشاط ما ينفعش يلعب بيها بلستو دعا ما جيش دلوقتي انت قدام النصر السعودي قدام رونالد واحتمال ساديو مانيكم موجود والناس اللي تقيلة اللي موجودة في فرقة النصر تروح فتح الملعب زي ما عملت قدام النادي الاهلي لا يبقى انت هنا وتتعلمش من اخطاقك فالاهم دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك بعد هذا الفوز المستحق والمنتع تمام؟ واللي بيتسم بالابداع الكبير خلال التسعين ديئة الاهم انك ازاي تفكر انك تتأهل عن المجموعة دي لان مجموعة الزمالك صعب انبارح كمان تعادل الشباب والنصر سفر سفر فده يخلي لسه فيه كلام كتير جدا في المجموعة دي وبيخلي فرص الزمالك بتزيد نوعا ما لكن انت عشان تضمن التأهل عن المجموعة وانت قادر على كده لازم تكسب الشباب السعودي لازم تكسب الشباب السعودي عشان لما تيجي تقابل النصر تقابل بقى من غير ده انت واحد متأهل لان في كل الاحوال مباراة النصر هتكون صعبة وازدادت صعوبة بعد ما النصر اتعادل مع الشباب قول حيكسب يا سيد الاتحاد المنستيري بماتش الجاي فحيبقى عنده اربع نقط حيبقى عنده اربع نقط والزمالك حيلعب الشباب مطالب انه يكسب عشان يضمن التأهل لو تعادل حيبقى عنده طبعا فرص بس برضو حتكون فرص عند الشباب اكبر لان الزمالك حيقابل النصر والشباب حيقابل الاتحاد المنستيري تبقى للمستوى الاتحاد المنصر والشباب حيقابل الاتحاد المنستيري تبقى للمستوى الاتحاد المنستيري تبقى للمستوى الاتحاد المنصر حيفوز على الاتحاد فبالتالي حيبقى يوصل لخمس نقط فالزمالك عشان نخلص من القصة دي بادري بادري بعون الله الرجالة دي تقدر انها تكسب الشباب وتحسم الأمر وتتأهل بشكل مبكر ومطالب جدا جدا للاعبي نادي الزمالك ان هم يلعبوا للمتعة ويلعبوا عشان يبينوا إمكانياتهم وجودتهم وعشان يردوا على بعض من المنتقدين لان يا جماعة أولا وأخيرا لا فيش حد بيشكك في كلمة لعبي نادي الزمالك لكن ممكن البعض ينتقد ينتقد فترات بيقدي فيها فرقة نادي الزمالك بشكل مش جيد تمام فدي جزئية غاية في الأهمية ان شاء الله الزمالك يكون موفق لكن وجب الإشادة وكل الإشادة بأداء نادي الزمالك المبارح اللي كان مدعا بطبعا جمهور الزمالك اللي كان في ظهره في ملعب المباراة